اشتركوا في القناة من جلالة الملك المعظم بانشاء جائزة الملك حمد للتعايش السلمي من اجل تعزيز ثقافة التعايش والتسامح وابراز النماذج والتجارب الناجحة ودعم جهود التضامن الانساني وانهاء الحروب والنزاعات جاء ذلك خلال كلمة مملكة البحرين التي ألقاها سعادة النائب عبدالنبي سلمان أمام الجمعية العامة التاسعة والاربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي التي تنعقد في مدينة جينيف بعنوان الاستفادة من العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل أكثر سلما واستداما وعدلا وازدهارا ونوها سعادته إلى أن مملكة البحرين في إطار العمل الحكومي برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تولي اهتماما متواصلا بالتطوير والابتكار ودمج مسارات العمل بعلوم التكنولوجيا وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب خلال الكلمة عن الاعتزاز بالمذكرة التي وقعها مركز الملك حمد العالمي للتعايش مع الاتحاد البرلماني الدولي لبناء القدرات وتعزيز الأطر التشريعية والبرامج التعليمية والتدريبية وأليات التنسيق والعمل المؤسسي المشترك في مجال ترسيخ قيم التسامح والوئام والتعايش السلمي في بناء مجتمعات إنسانية شاملة تنعم بالأمن والسلام واحترام حقوق الإنسان والتنمية المستدامة ورأى سلمان أن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي تمثل فرصة ماثلة لتبادل التجارب التي تدخل في سياق الهدف الذي يصف إليه جميعا فمملكة البحرين انفتحت مبكرا على الوسائل العلمية والآليات التكنولوجية المتطورة واستوعبت ابتكارات العصر الحديث ووظفتها في مسار التنمية المستدامة وذكر الدائب الأول لرئيس مجلس النواب بأن الحديث عن الاستفادة من العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل أكثر سلما وازدهارا سيظل مرهونا بتحقيق الأمن والاستقرار والسلام للجميع والعمل على إيقاف ممارسات بعض الدول باستغلال العلم والتكنولوجيا بما يضر البشرية ويهدد حياة الإنسان ومستقبل الأجيال القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر